دخلت كلية التجارة جامعة القاهرة. وده انا ما انا ما كنتش عايز اخش اتجارة القاهرة. كنت عايز اخش فنون جميلة خصم عمارة. بس نجحت في القدرات وما نجحتش في المجموع اللي يجيب فنون جميلة عمارة دي. فدخلت اتجارة ولكن ربنا كان مودين اتجارة. بعد اسبوع من بداية تجارة دي ده رحت اتمشيت كده لقيت كلية حقوق في زحمة عندها. طلعت فوق لقيت قلت لهم في ايه هنا. قالوا لي ده في مسرح. فدخلت لقيت زحمة ومسرحية الطلبة بيعملوها. كان بيمثل فيها محمد هنيدي. وخالد الصاوي وخالد صالح الله يرحمه. ومجموعة كبيرة اوي من اللي بقوا نجوم جمدين جدا بعد كده. فانبهرت بقى وعدت تسقف وكده وعدين قلت طب احنا عندنا في اتجارة حاجة زي كده اروح ادور لقيت مبنى شبه بالزبط موجود هناك. فاطلعت لقيتهم قاعدين بيعملوا بروفا. اه البروفا دي كان فيها هاني رمزي. وندر صلاح الدين. وصلاح عبدالله كان هو اللي بيخرج الاستاذ صلاح عبدالله الممثل الجميع. واقعدت اتفرج على البروفا كده وبعدين فجأة المخرج المنافس له كده قال لي اه لو سمحت البروفا مقفولة. فقلت له ايو انا هقعد اتفرج شوي قال لي لا 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 مقفولة يعني تطلع بره. قلت له لا انا هقعد اتفرج بس خمس ده ايه. في نفس اللحزة دي استاذ صلاح عبدالله قال فين اه جورج فقال له ما جايش يا فندم. قال لي تمثل ويش. اه وانا قعد لوحدي في الصالق. فلفت بصيت حوالي كده شمال ويمين. قلت له حالك بتكلم علي انا. قال لي ايوة انت وفيش غيرك في تمثل. قلت له وماله. طلعت في اليوم ده بعد اسبوع من بداية دراستي في تجارة. ما خرجتش من مصرح تجارة غير وانا في البكالوريوس. قعدت اربع سنين في المصرح. بروح تمانية الصبح. بخرج الساعة عشرة بالليل مسلنا مسلحات كتير جدا. الدفعة بتاعتنا في الجامعة كان فيها كل اللي انت تعرفهم بقى اللي بيمسل. كان فيه فتحي عبدالوهاب وكان فيه مجد الكدواني وكان فيه هاني رمزي وكان فيه نادر صلاح الدين وكان فيه احمد عبدالله اللي بيكتب وكان فيه خالد صالح وخالد الصاوي وآآ ناس كتير جدا واحمد حلمي كان بيعمل آآ ديكورات في الناك لانو كان طالب ساعتها في معتفنو مسحيخ اسم ديكور. وآآ والمجموعة كانت جمدة. جدا. جمدة.